أصدقائي متابعي القناة مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ما تنسيوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس بيش توسيلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية خبر وفاة الفنانة الشاب ريم الحمروني كان فاجعة كبيرة كانت وجاعة كبيرة كانت شوية كبيرة في الساحة الفنية والإعلامية شفنا حزن كبير خيم على مواقع التواصل الاجتماعي نذكروا أنه وفاة المرحومة في ريم الحمروني كانت أثر وعكة صحية اختيراء ومرض نادر كما قالوا برشة زملائها ما حابوش لحقيقة يكشفوا على شنية هو المرض بالضبط ما حابوش يقولوا الله يرحمها وين عامها شفنا حزن كبير كانت آخر كلماتها بعد ما الناس الكل تسأل عليها شنو أسباب الوعكة الصحية المفاجئة هذي شنية اللي صار عليش هكا كانت البارحة فارحة وتضحك وتلعب وتتواصل مع الناس الكل عليش فجأة هكا غابت نازل كل كانت تسأل عليها كانت آخر كلماتها قالت ريم الحمروني سامحوني ما نجمش نجيوب راني بلا صوت وبلا قوة شكرا لتفاهمكم المرض هذا ضيع صوتها معاش نجم تتكلم صوتها هرب معاش نجم تتكلم معاش نجم تتواصل مع الناس الله يرحمها ونعمها شفنا برشة تدوينات تحزينة من برشة أصحاب ريم الحمروني فنانين وإعلامين وممثلين كيم الممثلة واحدة دريدي اللي كتبته قالت يا ريم جاوب على التليفون ريم كيفاش تمشي وتخلي بنتك وانتي هزتها كيف القطوسة بين سنيك يوينك يا ريم ريم ما عليش مشيت بك ريم ما عندكش الحق تمشي وتخلينا يا ريم ربي ما يحبش لذا استغفر الله العلي العظيم عليه يا ربي عليه كتبة زيدة الممثلة نادرة لملوم الله أكبر الله يرحمك ونعمك رمروم ربي صبر عائلتك وبنتك ويصبر الجميع مؤلم جدا راحي لك إن لله وإن إليه اراجعون من العبد القوي زيدة كتبته قالت وجع على وجع على وجع ريم تخلني الكلمات أسأل الله أن يثبتك عند السؤال ويرحمك ونعمك ما زلت نستنى فيك تخرج تكذب لخبر انذكروا سيتم نقل جثمين المغفورة لها إن شاء الله ريم الحمروم اليوم الأحد على الساعة السابعة مسائن من منزلها الكائن بإقامة السعادة واحد بحي الخضراء إلى منزلها بمدينة قابس أين سيقام موكب الدفن هناك غدا إن لله وإن إليه راجعون ربي يرحمها ونعمها ويجعل مثويها الجنة ترجمة نانسي قنقر